بارح تم نفي فكرة انه كان فيه مدربين زي كابتن حسام حسن زي كابتن ايمان الرمادي زي موسيماني تم نفي هذا الامر انه دول مرشحين لتدريب نادي الزمالك وتقال انه ده ممكن يعمل شوشرة او يعمل ازمة في نادي الزمالك انا هطلب طلب من الناس اللي انا بحترمهم جدا وبشيد بيهم من اول يوم هفضل اشيد بيهم عشان هم الناس بيشتغلوا في ظروف في منطقة الصوبة في نادي الزمالك وايضا للمتحدث الرسمي نادي الزمالك الاسماء دي كده كده هي اسماء كده محترمة بتكلم عن حسام حسن تاريخ كبير بتكلم عن موسيماني تاريخ كبير تكلم عن كابتن ايمان الرمادي زهور لافت في الدورة من الموسم الماء يعني حتى مش حاجة هتزعلك لو هي اسماء يتم تدورها ما يتم تدورها هقولك حاجة ببساطة يعني لما ريال مدريد يتقال ان انشروتي ممكن يمشي نهاية الموسم لما تفتح كل الجرائد اللي في العالم هتقرأ 30 مدرب مرشحين لإدارة ريال مدريد تاريخ يعني انا مثلا ايه انا صحفي فبقول ان مورينيو في الصورة ان زين الدينز دا ممكن يرجع ان بيب جارديولا ممكن ياخد خطوة جديدة ان مثلا اي واحد بقى عد ايه مدرب تاني يعني ايه مدرب انه أليجري ممكن يجي لريال مدريد يعني بص كلها تعرير فسيب في اللحظة دي سيب الناس تقول ما بدلها بقى طبيعي فريق من غير مدرب يبحث عن مدرب فطبيعي كل الاسماء هيتم تدورها تمام؟ انت بقى تعمل ايه؟ اشتغل في المستخبي روح بقى اشوف مدربك انت اختار زي ما انت عايز ويسيب كل اللي بيشتغل في الماديا يكتب اللي هو عايز خد بالك وهم يبقى اشهدف ابدا 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 انه يبقى فيه اصارة للبلبلة او يحصل توطر جوا نادي الزمالك لا الناس بتعمل شغلها بتحاول تكتهد بس ببساطة ودي اصلا دي كمان ما تعملش بلبلة خالص في نادي الزمالك اشتغل زي ما انت عايز واعمل شغلك في سرية تمة على قد ما تقدر وهنسقفلك كمان حتى لو احنا في اللي مشتغل في الاعلام ما انا عرفش بس برافو عليك ان انت عايز تداري وعملت لنا مفاجأة باسم ما كانش متدور خالص بس كده كان في اسمها بتطلع دي نقطة نقطة تانية بقى مهمة جدا مهمة جدا في افراد ممكن تشتغل لوحدها يعني ايه يعني مثلا عضو مجلس داري روح يتكلم يقول ايه هو كابت اي مره ما يده مدرب كويس فيدردش مع حد والله ده ممكن يدرب الزمالك فهي اخدها صحفي حب تعالى هو ممكن تكون فكرة مجرب فكرة هو العرضة على مجلس الادارة ولا مجلس الادارة يعرف عنها حقيقة ايش فيه واحد يقول ايه ما نجيب حسام حسن طبعا ما نجيب كابتن شوقي غريب ولا كابتن شوقي ده مدرب كبير ونعرفه كويس والكلام ده ممكن يبقى كلام مجلس الادارة ما اخدش قرار مجلس الادارة ما وفقش صح انا همش معنات الزمالك انه اي بيان رسمي يقول ان الاسماء دي مش موجودة تمام متحسس تمام بس ما تقولش بس ايه الجملة اللي هي بتاعت ايه صالب بلبلة او دوشة او اي مشكلة او اي حاجة ما مشتامل اي حاجة خالص مشتامل اي مشكلة خالص بالعكس انت اشتغل بالعاقية تعرف لا عارف بالمناسبة يعني فرصة انا اقول الكلمتين دول لما احنا كلنا نقول اسماء بعيدة عن ان انت بتفاوض عنها معاها سيمنا نتكلم قول له والله حلو خليهم بقى يمشيين مع دول واحنا شغلين مع حد تاني خاص دي هتبقى فايدة ليك كبان اقولك حتى من نحية الاعلامية يعني دي نقطة